السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله في سلسلة رجال من العرب عندنا قصة جميلة عن صخر ومعاوية وأختهم تماظر الخنساء كان عمر بن رياح بن يقظة بن الشريت سيدا من سادات العرب وكان آل الشريت هم سادات بن يسلين في الجاهلية كان عمر بن الشريت يفاخر بابنيه صخر ومعاوية العرب فكان إذا حضر الموسم يمسك بيدي ابنيه صخر ومعاوية ويقول أنا أبو خيري مضر ومن أنكر فليعتبر فلا ينكر عليه أحد من العرب وكانت أختهم الخنساء تماظر شديدة الجمال وسميت الخنساء لقصر أنفها يوم من الأيام كان دريد بن الصمة الجشمي يمر بديار بني سليم فرأى الخنساء وأعجبته فجاء إلى أبيها يخطبها فلما جلس في جاء المجلس عمر قال جئتك أخطب ابنتك تماظر الخنساء قال له عمر مرحبا بك يا أبا قرة وإنك الكريم الذي لا يطعل في حسبه والسيد الذي لا يرد عن حاجته والفحل الذي لا يقرع عنفه ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها وإني أذكر لها وهي فاعلة دخل على ابنته وقال لها يا خنساء أتاك فارس هوازن وسيد بني جشم دريد بن الصمة يخطبك وهو ما تعلمين من الحسب والرئاسة والشجاعة قالت يا أبتي أتراني تاركت بني عمي مثل عود الرماح وناكحت شيخ بني جشم خرج إليه أبوها فقال يا أبا قرة لقد امتنعت ولعلها تجيب فيما بعد فقال دريد قد سمعت قولكما ثم انصرف كان دريد صاحب معاوية فأراد معاوية أن يجامل صاحبه فحاول في الخنساء ولكنها امتنعت ورفضت وكانت تلجأ إلى أخيها الصخر فكان يعطف عليها ويحن عليها الصخر وتزوجت بعد ذلك بعبد العزة السلمي وكان رجل مقامر يضيع المال ويبدده فعاشت معه في ظروف قاسية وضيق من العيش وكانت تذهب إلى أخيها الصخر وتشكو إليه حالها وما تلقى من ضيق العيش فما يكون من الصخر إلا أنه يقسم ماله نصفين ويعطيها قسم ثم بعد ذلك أخذ عبد العزة في المقامرة وتضيع ماله فرجعت إلى أخيها الصخر مرة أخرى وذكرت له ما تعيش به مع عبد العزة من ضيق العيش فما كان من صخر مرة أخرى إلا أنه قسم ماله نصفين وعطاها قسم بعد ذلك ضاقت ذرعا من عبد العزة فتركته لما افترقت عن عبد العزة تزوجها مرداس ابن أبي عامر السلمي وكان سيد من سادات بني سليم وكان يلقب بالفياض لسخائه وأنجبت منه أربعة من أبنائها من الأيام حضر معاوية سوق عكاظ وحصل بينه وبين هاشم بن حرملة الغطفاني نقاش ومشادة في الكلام ثم توعد كل واحد منهم الآخر فلما انقضى سوق عكاظ ورد معاوية وأصحابه ما أن يسقون عرفتهم امرأة من جهينة أحلاف بني سهم بن مرة انسلت وأتت إلى هاشم بن حرملة فأخبرته أن معاوية في تسعة عشر رجلا من أصحابه غير بعيد خرج هاشم مع أخيه وجمع من قومه أصابوا معاوية فقتلوه لما قتلوه شد فرسان بني سليم على عدوهم فقتلوا بمعاوية مالك بن الحارث سيد بني فزارة عادوا إلى صخر وهم يظنون أنهم أدركوا الثار لما أخبروا صخر لم يرضى فلما جاء شهر رجب شهر لا يقاتل فيه العرب انطلق إلى بني مرة صخر وسألهم من قتل معاوية سكتوا طويلا ثم قال له هاشم إن أصبتني أو أصبت دريد أخيه أخي هاشم فقد أصبت ثارك فقال صخر هل كفنتموه؟ قالوا نعم ببردين قال أروني قبره فلما رأى قبره جزع فلما جزع تمالك نفسه ثم قال لهم كأنكم قد أنكرتم علي ما رأيتم من جزعي فوالله ما بدت منذ عقلت لباتراً أو مبتوراً طالباً أو مطلوباً حتى قتل معاوية فما ذقت طعم نوم بعده سأل عن الشماء فرس معاوية فجأوه بها وتوعدهم أن يأتيهم في العام القادم دريد بن الصمة صاحب معاوية لما عنم بمقتل معاوية حزن ورثاه فقال فإن الرزء يوم وقفت أدعو فلم يسمع معاوية بن عمر رأيت مكانه فعقفت زوراً وأي مكان زور يبن بكري على إرم وأحجار وصير وأغصان من السلامات سمري وبنيان القبور أتى عليها طوال الدهر من سنة وشهري ولو أسمعته لأتى حثيثاً سريع السعي أو لأتاك يجري بشكة حازم لا عيب فيها إذا لبس الكمات جلود نمري وعز علي هلاكك يا ابن عمر وما لي عنك من عزم وصبري لما علمت الخنساب مقتل أخيها معاوية رثته فقالت ألا لا أرى في الناس مثل معاوية إذا طرقت أحد الليالي بداهية فأقسمت لا ينفك دمعي وعولتي عليك بحزن ما دع الله داعية ثم أن صخر غزاهم وكان معه دريد نال منهم وقتل عدداً فيهم دريد أخو هاشم وأدرك ثارة هو ما استشفى من هاشم حتى استشفى منه دريد بن الصمة صديق معاوية فقتله لم يكتفي صخر فغزاهم مرة أخرى وأصاب منهم غناء موسبي ولكن أصابته يومئذ طعنة طعنه بها رجل يقال له ربيع بن ثور أدخل في جوفه حلقة من الدرع اندمل عليها حتى شق عليه وكان ذلك سبب في موته مرضى من تلك الطعنة صخر فقريباً من حول كامل حتى مله أهله فسمع صخر امرأته عندما سألها أحد عن حاله فقالت بشر حال لا حي فيرجى ولا ميت فينعى ولقد لقينا منه الأمر ضي وكانت أمه إذا سئلت عن صخر تقول بأحسن حال ما كان منذ اشتكى خير من اليوم ولا نزال بخير ما رأينا سواده فينا فقال صخر أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليما مضجعي ومكاني وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزواني لعمري لقد نبهت من كان نائماً وأسمعت من كانت له أذناني وللموت خير من حياة كأنها محلة يعسوب برأس سناني وأن يمرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني ثم أن الصخر لما طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة مثل اليد في جنبه موضع الطعنة تدلت واسترخت فقالوا له لو قطعتها لرجونا لك أن تبرأ فقال شأنكم فلما أرادوا قطعها أشفق عليه بعضهم فنهاهم فأبى الصخر وقال الموت أهون علي مما أنا فيه فأحموا له شفرة ثم قطعوها فيائسة من الحياة سمع صخر أخته الخنساء تسألهم كيف كان صبره قال صخر مواسعا لأخته أجارتنا إن الخطوبة تنوب على الناس كل المخطئين تصيب فإن تسأليني هل صبرت فإنني صبور على ريب الزمان صليب كأني وقد أدنوا إلي شفارهم من الصبر دام الصفحتين ركوب أجارتنا لست الغداة بضاعن ولكن مقيم ما أقام عسيب ثم ما لبث الصخر أن مات ودفنا بجانب عسيب وعسيب جبل بأرض بني سليم انهارت الخنساء بعد موت الصخر ما تمالكت نفسها فما استطاعت أن تتمالك نفسها فقد مات عزها ومؤنسها وحاميها ولهذا ولهت أشد الولة وأشد الحزن عليه وقالت عندما رأت قومها يحملونه لكي يدفنوه وقائلة والنعش قد فات خطوها لتدركه يا لحف نفسي على صخري ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر كان موت الصخر ابن الشريد تاريخ ميلاد شاعرة كشفت للعرب عن شعرها الجميل نظرا لكثرة ما قالت في رثاء أخيها وأبيها والواقع أنها تنفيس لذلك الحزن والمكبوت ولهذا كانت تعلم هودجها في الموسم وتتعاظم بمصيبتها بين العرب وتقول أنا أعظم العرب مصيبة فيقر لها الناس في ذلك وكانت كلما طلع عليها يوم جديد تتذكر أخيها صخر وتقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي وكانت كلما تذكرته قالت ذكرتك فاستعبرت والصدر كاظم على قصة منها الفؤاد يذوب لعمري لقد أوهيت قلبي عن العرى وطأطأت راسي والفؤاد كئيب لقد قصمت مني قناة صليبها ويقصم عود النبع وهو صليب ومن أجمل ما قالت في رثاء أخيها قدم بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي خناس فما تنفك ما عمرت لها عليه رنين وهي مفتار لابد من ميتة في صرفها عبر والدهر في صرفه حول وأطوار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركب وإن صخرا إذا جاعوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار جلد جميل المحيا كامل ورع وللحروب غداة الروع مسعار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار نحار راغية ملجاء طاغية فكاك عانية للعظم جبار يوم من الأيام طلبوا من الخنساء أن تصف أخويها معاوية وصخر قالت لهم إن صخر كان الزمان الأغضر وذعاف الخميس الأحمر وكان معاويةها القائل الفاعل قيل لها أي منهما كان أسن وأفخر أجابتهم بأن صخر حر الشتاء ومعاوية برد الهواء قالوا لها أيهما أفجع فقالت أما صخر فجمر الكبد وأما معاوية فسقام الجسد كان حزنها شديد عليهم بلغت الإسلام وأسلمت عام ثمانية من الحجرة وأسلم معها جميع أولادها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها يا أخو ناس استشهد أبناؤها الأربعة في معركة القادسية فلما أخبروها قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته وقالت حلفت بالبيت وزواره إذ يعملون العيس نحو الجمار لا أجزع الدهر على هالك بعدك ما جنت هواد العشار وبكت بكاء شديدا ومن شدة البكاء أصابها العمى الخنساء الذي قال عنها جرير والأعشاء إنها أشعر العرب لم تكتب بيتا إلا وهو في رثاء أهلها توفيت الخنساء رضي الله عنها وعمرها 71 عاما في سنة 24 للحجرة ماتت وحيدة بلا زوج ولا أخ ولا حتى أبناء وكانت عمياء توفيت أشعر نساء العرب وأخت القتلين وأم الشهداء